ايه قصة عقد الرعاية؟ احنا اتكلمنا قبل كده على انه الخمس عقود رعاية اللي وقحهم النادي الاهلي واعلى عنهم بما فيهم طبعا عقد الرعاية بتاع النهاردة لحضراتكم شايفين طبعا السيدة امل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة شالل زيوت والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيوقعوا على عقود رعاية تمتد لمدة اربع مواسم ويمكن انا اخد من كلمة السيدة امل الشيخ النهاردة في الكونفرنس اخلمت فيها على اسباب يمكن الكلمة دي بترد على كتير من الاراء اللي بتقول انه مفيش مساواة او مفيش عدالة في توزيع عقود الرعاية بين الاهلي وبين اندية تانية في مصر واعتقد انه هنا احنا نكلم على علاقة مصلحة ملهاش اي شكل من اشكال علاقة بانتماء او بعوطف وهذه الشركات لما بتبحث عن رعاية كيان ما او مؤسسة ما او جهة ما فيها بالتأكيد بتبحث في المقام الاول والاخير والاكيد عن مصلحتها يعني شركة شال اتصالات مصر بنك ابو ظبي الاول مصر جي ال سي شركة المراسم ونحن كلها بنتكلم على شركات دولية شركات دولية او شركات متعددة الجنسيات تعمل في السوق المصري ولكن ليها فروع وليها شركات تانية منتشرة في كل مكان في العالم بتحكمها آليات معينة في اختيار المؤسسة او الجهة اللي بتراها وهنا سيدة عامل الشيخ كلمت على فكرة واحد العراقة والتاريخ وشركة شال يمكن تاريخها ممتد من سنة من تسعينيات القرن التسعة عشر بنكلم على الاستمرارية في النجاح ودي واحدة من اهم العوامل اللي بيتفرد وبيتماز بها النادي الاهلي على مدار تاريخه حتى مقارنة مع الاندات كبيرة على مستوى العالم قارن بقى زي ما انت عايز قارن بمانشستر ينايتد قارن ببرشلونة قارن بنيوكاسل قارن بمارسيليا قارن بآيكس مستردام قارن باندات كبيرة جدا ما قدرتش تحافظ على استمراريات نجاحها رغم الامكانات الكبيرة والجبارة والشعبية الجريفة اللي بتتخطى الحدود المحلية يعني يا دي زي ما انتشستر ينايتد ده شعبيته عالمية موجودة في كل حتى في العالم أجيال ولكن ما قدرتش يحافظ على استمراريات نجاح ودي واحدة من اهم عامل التميز النقطة التالتة واللي يمكن بيرعن عليها دايما أغلب الرعاة والشركاء خلينا نتكلم فكرة انه فكرة تتخطى فكرة الرعاة ولكنها تتصل إلى فكرة أو مبدأ الشراك الفكرة أو المبدأ اللي بيرعن عليه شركاء النادي الأهلي دايما هي فكرة الجماهيرية الطاغية وده شيء مش مرتبط بس بإنجازات أو ببطولات أو بأرقام قياسية لكن مرتبط بقاعدة جماهيرية عريضة جدا تشجع وتنتمي للنادي الأهلي وتحب وتحب وتنتمي لكل اسم يقترن اسمه علامته التجارية البراند بتاعه باسم النادي الأهلي وده طبعا رهان شبه مضمون وشبه ناجح خلينا طبعا دي لقطة من الصور التسكرية اللي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب الوزير عمري فاروق سيد خالد مرتاجي وطبعا بي عضاء مجلس الإدارة كانوا كلهم حاضرين مع المسؤولين والعملين في شركة شل اللي كانوا النهاردة بيعلنوا عن توقيع خامس عقود الرعاية للنادي الأهلي واللي هيمتد التعاقد ده طبعا لمدة أربع سنوات خلينا نشوف جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب النهاردة أثناء توقيع عقود الرعاية ونرجع نكمل حلقة السادسة مع حضراتكم